بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحمد الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين قناة عرب قناة لينكس معكم عبد المجيب ال اكس ال اي هذه توزيعاتنا اليوم وهي عبارة عن توزيعة بمصطلح لايت ويت اللي هي جدا جدا خفيفة وسريعة اصبروا رأي الشاهي يس زيان درس اليوم وشوفت هي عبارة عن توزيعة خفيفة جدا الهدف منه حسب ما هو موجود في موقعهم انه تكون وتشتغل تمام على الكميوترات القديمة تقدم للمستخدم الاشياء الجديدة تمام من البرامج والاخرى بسيطة شكلة لكن مضمونة قوي يكون فيها اعدادات وحاجات جميلة جدا مضافة تمام يعني اذا ما تقول لمسات بسيطة خاصة بهم او ممكن تكون لمسات قوية حسب لوقو المستخدم فيها بعض الاشياء الجميلة جدا خاصة مخصصة على سطح المكتب ايضا وعندنا موضوع التحديثات طبعا رح تسألون عنه وكيف تحدث التوزيعة التوزيعة تدعم او تلحق LTS Ubuntu تمام هذا المكتوب عندهم فهم مدعومهم مع Ubuntu LTS Ubuntu في عندهم اصدارتين في 2017 و2019 الحالية 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 اعتقنا ترستي اذا كان ترستي الحالية خلي تأكد بس ندخل على من وين وين اعبدو مجيب سيستيم تولز بعد ندخل على رون اوكي نسوي الكاث اي تي سي ابت سورسيز دوتلست ما ادري فيه شيئان غري اوكي ترستي طيف اللي هي الى 2019 مدعومة مبنية على الوبنتو عيسا نكون واضح معكم او الوبنتو اللي هي توزيعة تجي بل اكس دي اي الواجهة هذي محذوف منه بعض الاشياء اللي مستخدم المستخدم اوكي فاش راح نشوف اليوم خلك معي يركز معي الواجهة اي شي اسمه اسمه ال اكس دي اي قالوا النظام وش اسمه او التوزيعة ال اكس ال اي لا تخلطون انت را قاعد اخلط انا قبل اش اسمها عين ها اشك انك خلط طيب نقول بسم الله ونراجع التوزيعة وش موضوعها وش موجود طبعا الواجهة جاي هنا غلا اتخل حطه بالنص ماشي في عندنا داحت سلة المحذفات هنا حطينا لكم شايفين فمكتلط عليها اللي سموها طبعا ويست مانجمينت ناد ليش طلع هذا اه حلو فاقولك انه فاضي يا سلت المحذفات اه هنا عندك الساعة وفي عندك هنا وش هذا الطاقس جميل جدا في عندك هنا وش هذا اه فتح الطاقس طبعا ترى انا حين على الفيرتش والبوكس وفي عندي مشكلية وسيطة مع التوزيع هذي يعني وش اللي لندن لا يا حبيبي بلا لندن بلا اشتقان رايدة بلندن ورايدة اشك انه بتطلع برايدة اللي اذا كان جوجل او ياهو مالقاه صح حبيبي طلعت برايدة شايفة الحر اللي عندنا حتى هذي سالون احمر من الحر طيب هذا بالنسبة للطاقس طبعا اعتقد انه خلاص اخذ وضع البرايدة منتحت هنا موكي في عندك هذا هذا خاص بانه يطلح هذا ذي ويشيله طبعا هنا فضلا تكون موجودة بالمكان هذا بس لاني لعبت بالعدلات حنكت الواجهة او الدقة فاصارت هنا عموان من مشكله هنا في عندك الشبكات ما ادي الي اشتنين طالع يبدن واحد واي فاي وائرد كونيكشن وان هذا وشو هذا برض وائرد كونيكشن هذا وشو هذا وشو اه لا هذا اللي يسلمك يعرض الشبكات فهذا مدلو يعرض الشبكات في عندك هنا الصوت طبعا في عندك انطق بالمنطقة هذي في حاجة جميلة جدا انا ليش ركزت عشان في شغلة هنا حلوة طبعا هذي تبديل بين سطح المكتب زمجفين سطح مكتب الأول سطح مكتب الثاني لو فتحنا مثل مدينة ملفات هنا على ديسكتوب مثلا اوبن تمام بلاحظ انه فيه سطحين هنا اوكي اوكي في عندنا ايضا هنا الخاص بشو هذا ايكوني فاي اوكي هذا ظهارة واخفاء النوافذ فلوك عندك نوافذ مفتوح يخفيهم هذا الجميل جدا هذا عبارة عن خلفيات كل ما اطفاشت تضغط عليها طبعا على توزيع بالامكانيات هذي هذي برميزة قوية ترى اوكي لان التوزيع هذي مخصص لاجهزة قديمة لكنهم حطولك زر هنا كل ما اطفاشت والله مليت من الشكل ذا واحد ملقي نظهره بعيب اوه هذا الازي بيتنا لا بيتنا لونها بيضيس في عندنا هنا مدينة ملفات طبعا مدينة ملفات عادي جدا بصراحة ما ادري ممكن يكون اسمه بي سي مان اف ام بي سي مان اف ام اوكي اوكي خلصنا موضوع اللي هي السطح المكتب والجماليات اللي موجودة لضغطنا بزر يمين على السطح المكتب هنا بنلاحظ انه في اشياء جميلة هنا خاصة بالخلفيات اللي هي نفسه قبل شوي بساعة تقدمهم سوي سكريبت ما ادري وين عشان يبدل خلناك تشفوهم بعض طبعا هذا كان ملتي ايه ubiquation Jones animale مين جا لكن ايه ايي شوفين هذا الامر التعات الكهي هذا هو اللي يعملhini هذا ايases تبديل الاخلفيات من هنا ث mun تطيق ممكن تحت تبيرمج يكون يبين فترة وثانية طيب هذا بالنسبة لي الى اقونات صحقت فى المكتب لا يوجد اقونات فانت ممكن تظهر الاقونات من هنا طاع 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 يظهر الاقونات اللي لازم يشفين طبعا نكيد طبيعي جدا راح استخدم الاقونات ادفانست في عندنا نهاجة تميلة هنا اللي هي شوى مينيون حلو فيقول لك لو كان في قائمة مثل هذه فى يطلع لك القائمة هنا لو ما تابع يطلع لك القائمة الافتراضية هذه الفرق بين هذه وهذه خاصة بالأوبن بوكس نفسه فبجيك هنا حاجات خاصة بالبرامج و الى اخرى نطراح افضل لما تكون موجودة اوكي خلاص الحاجات اللي باقي سهلة جدا مجرد ان تختار اشياء بسيطة يوزكو خلاص خربيت يعني اوكي فخلونا نشيل هذا الهين ندخل على القائمة هذة وشو موجود بالبرامج اوكي بالنسبة للأكستوريز في عندنا اكستوريز كدير صراحة لكن اللي يهمك في عندك الاب فايندر اللي هو يلقي البرامج جمعة البرامج نسخة احتياطي هذا لو كان عندك اللي هو اي شي خاص متعلق بالويندوز ممكن تفحص الفيروسات من هنا فايل مانجر وممكن هذا مدير ملفات حاسب وش الحاسب هذي يا سلام طيب خلحة ونفتح اكبر قدر من البرامج ما عندك مشكلة في عندك هذا وش هذا كيباس هذا مساعدة قتل الكس ال اي ايش عندنا بعد هنا طبع فاتح اللي هو في الفروكس ايش عندنا ايش عندنا بعض البرامج التعليمية منضمن اللي برو أوبثمات مثلا وماربل في العاب هنا طبعا العاب لايت ويت اكيد ما بيكون ستيم طبعا بيكون موجود هنا بيكون شئ ال اكيد جرافيكس عيندنا عندنا عندنا جيمب عندنا Woodrow عندنا فونت مانجر عندنا وفي عندنا شو تولم عندنا oh! برامج كثير صراحة متأجي جدا مع هذه ومراكسين على موضوع لايت ويت رايح نشوف حاجة تانية جدا جميلة باللايت ويت الاشئة في لحق أثر ايضا اضعوا برنامج خطير جدا مرة هذا الكلوز ميل طبعا نطيت هذا الخلط هذا عبارة عن قارئ بريد ولكن سريع سريع جدا يعني اذا بستخدم واجه هوموس كيميائي سرع استخدم هذا جدا سريع جدا مبسط رائع جدا صراحة لو رحنا الانترنت تلحيل فايل زلال FTP Firefox Line Phone ستيم هنا ايش جايب وهنا ستيم حق العاب ليش محطوه هناك اما اني قاعد اقول انه ممكن ما يجي لكن ممكن ضربين حساب انه في ناس بتنزل التوزيع ودير تحميل وايضا LXStat RC Office برامج Office عادية جدا تمام في بعض الاضافات يمكن معضكم شفتوه بوكريدر تمام باللسبة لينا هذا وصومه ومادل وش شو ما را شوفوه دير كبير هذا حق ملاحظات حق شغل اوكي لو رحنا حين عند شيل ذو اللي شيل هلوات سيدة وناسة بعدين نروح لهم البرفرنسيز في عندك هنا بعض الخصائص تمام زي اذا عندك كلاب توب ممكن تعدل هنا اخرى عملا اكثر شيء واكثر شيء من اللي هو كاستمايز لوك انتفيل اللي عبارة عن تخصيص فانتمكن من هنا تعدل على الخصائص وعلى اشتثيم براحتك طبعا ممكن تحصل على ثمات ترى من الانترنت كثير صراحة موجود او ممكن تبعث بواجهات اللفسه الجي تي كاي وممكن تبحث عن اوبن بوكس ومعاجات كثيرة من التوزيعات تستخدم اوبن بوكس يكون عنده اساسا المفصل مبدأ هذا الكاروس خاطب لان عندك الايقونات ممكن تختار الايقونات اللي يتبع من هنا طبعا هم مستخدمين الايقونات لان شكلهم جميل ولكن بصراحة نشوف الابنتو شوية شكلهم عصري ما بعصري شوية شكلهم مختلف يعني نادر انك تشوفهم موجودين على الانترنت بس الايقوناتر كثير نشوفه مملة صراحة بكل مكان تلقاه ما ادل ليش مغير الايقونات هنا اه لازم اغطى الابلاي اوكي اوكي بالعكس جميل جدا ماوس كروزر ممكن تغير الخلفية تغير الماوس تغير هنا اطارات حقة النوافذ زي ما انتم شايفين طبعا كل ما اغيرت لازم اغطى الابلاي الله يا اخي ايام التخصيص هالي جميلة فون تبقيت عدل قطوط من هنا اذر في بعض الاشياء زي ما تقول اعددات خاصة بالواجهة زي ما تقول هل اظهر ايقونات مثلا لو شلت هذي طبعا تبقيتم تمر على المراجعة الخاصة للل اكس دي موجودة عندي بالتوز بالقناة وتشوف وضعها اوكي عندنا هين اللي هيو سيستيم تيلز كملها واش عندنا هنا ممكن شوفوه جي بارتل للتقسيم الهار ديسك الطرفية طبعا هذي اللي محتاج الطرفية حطيلك سينابتكس عشان تستخدم اللي هو مدير الحزام ايضا موجود اللي هو سوفت وير ابديتر اذا حاب تسوي تحديث للحزام عندك مدري مدير البرامج وشش اللي موجود صراحة حطينا حقوق بونتو يمكن سوفت وير سنتر لا بيكون حطينا حقوق بونتو الصغير اه شايفين ايش هذو نعم اوكي بعدين شبقاء سيستيم تولز اوكي اعتقد انه كل شي تمام الحين فيروسة الاكسس خاصة وحتيات خاصة اعتقد بعض الاشياء هانانتزيل مثل اتمنى أتمنى كيبورد مشانات في الشاشة ولكنence هاته مفيدة لبعض الاجزاء حتى الكيبورد باعتبان او لو انك عندك جهاز تاتش يمكن يخدمك عندك هذا عباره عن لانش لو ضغطت عليه يشغلك حاجة معيين فانتكتب اللي يتابي هنا فيرفوكس يقول لك هذا فيرفوكس واحظ انا فاهم مجالكة اف اول تطبيق موجود عندي إذا كتبت مثلاً تي فبيعطيك تايب وإذا كتبت تي اتش بيعطيك أي شيء موجود ثاندر بيت موجود وموجود طيب كلاوز بيكون موجود و كلاوز ميل شايفين وهكذا في عندك اللي هو هذا رن طبعاً نحطين اسمه زي هو اسمه الويندوز فانهو كنهي تستخدم أي أمر تبي فايرفوكس تكتب وطلعون في واحدة من أهداف هذه التوزيع أيضاً نستبدل ويندوز اكس بي ويندوز سفن والأنظمة الثانية للأجهزة القديمة عشان ما يتعبون أوكي أوكي في منطق هذه الشريط هذا خاص بالبرامج طبعاً معبارة عن دوك تمام ممكن تحط بأشياء خاصة بك هم عطين بأكثر برامج استخداماً من ضمن اللي هو تاسك مانيجر السوفتوير سنتر اللي أوسمه حق الإعدادات وشفظي حق التقويم واللاحظات وشغلات ذي حاجات جميلة جداً شفناها قبل شوي التوزيع هذه وصلتني عن طريق بريد الطلبات التوزيع فعلاً جميلة جداً خاصة للي عنده جهاز ضعيف في مواصفاته ويحتاج برامجيات محدثة وواجهة مبسطة أتمنى أنكم استفدتم من هذه المراجعة اقروا الوصف تحت وشوفوا الرابط حق التوزيعه وشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم وإلى اللقاء